غياب الباكة الشمال في المطش اللي فات الأسباب يعني إصابة فتوح وإيقاف محمد حمدي وحتى مع السدعاء عمر كمال عبدالواحد لكن كابتن حسام قرر أنه هو مش بس فجأ المنافسة وفجئة نحن كمان ومع الطريقة اللي لعب بيها إحنا حسنا كمتابعين على ألف شوط الأول أنه المنتخب بيلعب بأرياحية كبيرة جدا وبقى فيه عدم تقايد بالمراكز وبقى نشوف بنشوف لعيبة نص الملعب لعيبة خط الهجوم بنشوف تريزيجي وبنشوف صلاح بينزلوا في نص ملعبنا وبنشوف لعيبة نص الملعب هيا اللي بتتقدم وبتحاول تخلق مساحات هل رجوع حسام للطريقة التقليدية 4-3-3 بشكلها النمطي أو شكلها اللي احنا متعودين عليه معناه أنه فكرة حريات الحركة اللي بعض اللاعبين زي محمد صلاح زي إمام وزيزو وتريزيجي في المطش اللي فات مش هتبقى موجودة في مطش النهاردة مش هتبقى عندهم نفس الأريحية ونفس الحرية اللي كان مدهالهم في مطش بوركينة هي الحرية موجودة هتبقى موجودة برضو وخصوصا التلاتة دولزيزو مع محمد صلاح مع مصطفى محمد والرابع تريزيجي هيبقى الحرية بشكل كبير من ناحية هجومية لكن زي ما قلت الحضرارك اللي هيعوق الموضوع ده سوء حال الملعب بس مع بعض يعني التحكيم برضو يعني بيتعرضوا لضغوط معينة في البلاد الأفريقية الضغط الجماهيري الحماس الفرقة اللي قدامه ممكن تقدي برضو بعض الخشونة يخوف المنتخب مصر هي دي العوامل الصغيرة اللي ممكن تعوق شوية لكن الطريقة أو الشغل لا هيبقى في مجموعة بتدافع بشكل كويس قوي علشان في مجموعة بتهاجم بشكل مناسب وشكل أحسن وده دورهم ده دور التلت الأخراني اللي هو بتاعه لناحية الهجومية اللي هو محمد صلاح مع تريزيجي مع مصطفى محمد مع عزيزه مع واحد من اللي موجودين سواء باك شمال بيتقدم وراء الناس أو الباك اليمين لو من ناحية الكورة فبالتالي أنا شايفة هنا هيبقى فيه توازن في الأداء النهاردة من حسام حسن لأي مدى بتشوف القمشة اللي مع كابتن حسام في الجيل ده حالياً ولو قررناها بكل نسخ يعني أنا بيتهايلي أنه كل الناس ما تفقى أنه آخر فترة كانت الكورة المصرية فيها يعني سواء على مستوى التصنيف العالمي سواء على مستوى الألقاب والبطولات سواء على مستوى الكواليتي اللي كان موجود في اللعيبة هو 2010 يعني متفقين يعني وصلنا نهائي أم أفريقيا مرتين من 2004 إلى 2010 ده أحسن فترات كورة القدم المصرية وأحسن جيل ورغم كده ما تأهلوش لكاس عالي بالزبط يعني ورغم كده يعني فيه نجوم كتيرة جداً جات على الكورة في مصر عشان كده وتتمنى تشوفها بتلعب كاس عالي بالزبط عشان كده دايماً بقول إن الكابتن جوهري حقق بفكره وطريقته اللي هو كتير جداً ما قدروش ينفذوه وقدروش يحققوه ما قدروش يحققوه فبالتالي عشان كده بقول هو الكابتن جوهري إن كان برضو محظوظ قوي في الجيل اللي حضرك بتقول عليه فرق كتير جداً يمكن ما حققوهش حتة الصعود للكاس العالم لكن طبعاً حققوه بطولات وحققوه إنجازات وكان بيقدموا أحسن كورة وأحلى كورة كان على مستوى أفريقيا ودخلنا في الحتة العالمية كمان بالتالي الحاجة اللي نقصتهم أو الحاجة اللي هم ما قدروش يعمروها حتة كاس العالم بس من أول من أول المركز حرص المركز مرمى لغاية مركز راس الحربة بتشوف الجيل ده أو النسخة دي من منتخب مصر هي الأقرب لنسخة 2010 ولا كان فيه فيه وقت من الأوقات معنا جيل يقدر يوصل أو يقدر يحقق بس الأسباب معينة هو بص يا سيد أحمد كان فيه جيل قوي جداً ومن أعلى المستويات اللي هي السبعينات وتمانينات اللي هو جيل كابتن الخطيب والمجموعة دي برضو يعني ما صعدوش كاس عالم فبالتالي كانت أعلى مجموعة وأحسن مجموعة يعني يعني لو إحنا شوفنا حسن شحاتة فاروق جعفر يابت الخطيب مجموعة من اللعيبة المهرة اللي ما بكرروش على مستوى يعني ناحة الفنية خالص حظ بقى المجموعة اللي جات بعد كده على طول وأنا شايف أن هي دي المجموعة التانية اللي جات بعد الجيل ده اللي هو الجيل أبو تريكا وعمد متعب والجمعة وعمروزاكي المجموعة دي اللي لعبت من 2006 وفي النص كان فيه برضو جيل مميزة كابتن حماد يعني جيل جيل أحمد حسن وعبدالسطار صبري وحزر بهم دول لحقم يعني يعني بهم دول أنا شايف يعني هما دول لحقم الجيل بتاع بو تريكا يعني المجموعة دي هي لحقة لكن كانت في النهاية لكن هما عملوا زي جيل انتهى بقى 2010 2011 ابتدى الجيل ده حصلت فاجوة الفترة دي حصلت فاجوة شوية يعني جيه بقى بعد كده تتلع محمد صلاح والجيل والجيل بتاعه أنا شايف ان هما فرستهم كبيرة جدا لصعود الكسر عمي لان الأمر تسهل لهم بشكل كبير جدا يمكن أيام جيل الثمانينات اللي هو كابتن خطيب ومصطفى عبدو كان الفرق تقيل قوي وكان المنتخبات قوية وكان التصفيات صعبة جدا وكان العدد قليل كانش يحترف في أفريقيا في الوقت يعني كانت كل عيبة بتخرج من أفريقيا تروح أوروبا فكانت كل المنتخبات يعني محتفظة بال والفرق والأندية بزبطة حتى نفس الجيل برضو بتاع أبو تريك كان برضو الفرق تقيلة منتخبات قوية جدا احنا خدنا 2006 دي من من أهم جيل جيف في تاريخ قوة ديفور مثلا قوة ديفور والسنغال والفرق تقيلة جدا فتصفيات كاس العالم كانوا عندهم خبارات عالية جدا فقدروا أنهم يعني بقوا هم الكسر والحطة دي هم بقوا متواجدين يعني بشكل كبير أنا شايف أن الجيل ده فرصته مش هتتكرر لأن يعني مفيش أسهل من كده محطوطين في مجموعة في رؤية كبيرة جدا في الإمكانات الفنية فبالتالي المقارنة دي بتأثر عليما كابتن حمدة يعني فكرة أنهم يتحطوا في المقارنة مع جيل كابتن خطيب وكابتن مصطفى عبد وكابتن حسن شحاتة ويتحطوا في المقارنة تانية مع جيل حسام وإبراهيم وهاني رمزي وأحمد رمزي وأحمد الكاس وبعدين المقارنة تالتة مع جيل تريكة وبركات ومتعب وأحمد حسن وشوقي وقى الجمعة المقارنة دي ممكن تكون بتأثر موجودة طبعا وتأثر بشكل كبير جدا لأن كل لعيب عايز يسيب بصمة زي اللي قبله الأجيال اللي قبل كده ثابت بصمات كبيرة جدا على مستوى الكرة المصرية فبالتالي هو عايز يسيب بصمة هو كمان فدايما المقارنة موجودة ما بين أي لعيب ولعيب في جيل قبله فبالتالي موجودة ودي ممكن تحقق الطموح يعني طموحي بيعلى لما بشوف مثلا مجموعة قبلي أو جيل قبلي حقق نتائج وعمل ماتشات أحاول قدر إمكان أن أنا برضه حقق تاريخ النفس أو الجيل القبلي